أسعد الله مساكم مشاهدين أهلا بكم إلى تسعين دقيقة أخباتتكم مباشرة من أول قناة إخبارية بالرزئر وكما عودناكم مشاهدين نرافقكم على مداري ساعة ونصف من الزمن نستعرض أهم الأخبار بالتحليل والنقاش موضوعنا لنهار اليوم حول التحذير النفسي لامتحانات شهدة البكالوريا الذي لا يفصلون عنها إلا يومين كيفية تعامل أسرة مع الممتحن قبل وأثناء الامتحان طريقة التعامل مع المواضيع وكيفية التنفس بالإضافة إلى أخبار الجزيرة العميقة مع المحطة المحلية بقى من أخبار الثقافة بالإضافة لجديد أريضة دون أن ننسى أحوال التقس أعود ورحب بكل ما التحق بنا اللحظة ونستهل تسعون دقيقة أخبار من قطاع العدالة حيث تتواصل محاكمة الخليفة بمجلس قضاء البوليدة لليوم السابع والعشرين حيث يواصل رئيس محكمة جناية البوليدة الاستماع للأطراف المدنية المعنية بقضية الخليفة ممثلة في 132 ضحية بين مدعين خواص ومؤسسات عمومية واستمع قضي محكمة جناية البوليدة إلى مصف بنك الخليفة منصف باتسي والذي كشف عن أرقام وخرقات حول بنك الخليفة وصفنا ذلك بقوله بنك الخليفة مأساة وطنية ولمزيد من التفاصيل نربط والبثة مباشرة إلى مجلس قضاء البوليدة مع الزميل وليد بهروى وليد هل تسمعوني؟ وليد؟ نعم زهور مساء الخير نعم مساء النور وليد ما جديد جلسة اليوم؟ نعم إذن القضية متواصلة قضية الخليفة أو محاكمة قضية الخليفة متواصلة يتم سماع إلى حد الآن مصف بنك الخليفة باتسي منصف الذي لازال يكشف عن العديد من الأمور والقضايا التي تخص التقنية خاصة التي تخص هذه القضية وعن الأمور أو التحويلات المالية وكيفية وطريقة تحويل هذه الأموال الضخمة من خلال أولاً رضه على أسئلة القاضي وبعده النيابة وفي هذه الأثناء الدفاع المتهمين يطرحون عليه الأسئلة كان من قبل أقول المصفي قد قدم لنا تقريراً مفصلاً عن الديون التي تراكمت أو تركها بنك الخليفة ولازالت هي إلى حد اليوم في التصفية ربما أنتم تنظرون إلى الأرقام من خلال شريط الأخبار ولكن هنا عندي الأرقام بالتفصيل ويتعلق الأمر هي الديون هي مكتوبة باللغة الفرنسية بلاسمو آتيرم يعني الإداعات لأجل فيها 60.39 مليار دينار ديون يتعلق الأمر بـ 1028 دائن الحسابات الجارية فيها دين بقيمة 25.98 مليار دينار يدين لهذه الحسابات حوالي 5.000 أو أكثر من 5.500 دائن الحسابات FGBD يدين بها 7.52 دائن أو 7.52 مليار دينار ويدين بهذا المبلغ 11.273 دائن كذلك ديون البنوك تقارب 6 مليار دينار ويدين منها 97 دائن ديون التجارة الخارجية كذلك 3.70 مليار دينار ويدين منها 2.654 دائن كذلك بالنسبة لبوند كاس أو السندات البنكية يدين قيمة الدين فيها 6.28 مليار دينار أو 6.28 مليار دينار يدين منها 4.673 دائن هناك حسابات أو ديون أخرى هذه الديون التي فاقت الدروة أما الديون الأخرى لم تفق الدروة متعلقة بضحايا هم أشخاص طبيعية وليست معنوية المحاكمة متواصلة السيد باتسي منصف مصفي بنك الخليفة يستمر في الإدلاء أو في تصريحاته وشرحه للأمور التقنية حول بنك الخليفة في هذه الأثناء أو في الجلسة المسائية التي سئل خلالها خلاله سئل أو سأله فيها المحامية عبد المؤمن خليفة تركزت أسئلتهما حول التحويل المالي الذي خصص لشراء محطتين لتحلية مياه البحر هي الديون أو هي الأموال التي حولت وقال عنها باتسي أنها حولت بطريقة مجبوهة تتركز الأسئلة حول هذه الأمور من أجل توضيحات أكثر وسنوافقكم بتفاصيل أخرى في النشارات اللاحقة أو في الحصاد شكرا لك وليد بوهر وشكرا نزيل لك على التفاصيل